أهلاً بكم مشاهدينا في كل مكان وصباح الخير عليكم صباح أخضر وصباح يوم الاثنين بيتجدد معاكم اللقاء وموعدنا الصباحي أكيد بكل البراحات وبكل إشراقات الشمس جديد بنتنفس فيه استنشاق كل الهواء الجميل والطفص حتى لو كانت فيه شوية كده تراتيب الحياة يعني من قطوعات طيار كهرباية أو خلافة من الأشياء لكن يبقى المزاج والمود عالي جداً جاينكم بكل الأمل وبكل الإشراق والتفاؤل والحاجات الإيجابية كلها عبر صباح يوم الاثنين زي ما تعودنا دائماً نفتح ملفات ونفتح قضايا خطيرة جداً تعودنا إنه من القضايا اللي دائماً بنطرحها بكل شفافية وبكل جرأة وأبداً ما نخلي أي حاجة في القضايا اللي بنطرحها في كل زواياها نسمع الرأي والرأي الآخر ورأي الشارع وأكيد من الآراء موضوعنا اليوم صراحة اجتماعي بحت دارين نشوف الأسباب والمسببات الحقيقية لقضية اليوم أو موضوع اليوم صراحة بيقى ظاهرة ومتشرة جداً وللأسف الشديد يعني المجتمع السوداني هو مجتمع محافظ وملتزم بالعادات والتقاليد والأعراف لكن مؤخراً بنقول بعض وليس الكل عشان الناس تفهمنا صح بعض من المجتمع السوداني يعني بمارسوا الظاهرة دي والظاهرة دي أول قضية حنتكلم عنها الليلة اللي هي الخيانة الزوجية خيانة الزوجية يعني حتكون فيها برضو رايا الدين وحنعرف رايا الدين في الخيانة الزوجية إنه الزوج يخون زوجته أو الزوجة تخون زوجها أو الاثنين هم بخونه أي واحد بخون في الثاني وأكيد كما تدين تداني يعني إذا هو خان زوجته فبالتأكيد زوجته حتخونه يعني دي مافع اثنين تلاثة والطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات يعني ده كلام ربنا سبحانه وتعالى المنزل فيبقى شايفين الظاهرة دي أصبحت موجودة وخطيرة جداً في المجتمع السوداني على مسمع وعلى مرأة بقينا نشوفها في كل مكان أنت ممكن أنت تشوفها بتشوف مظاهر من الخيانة الزوجية على فكرة الخيانة الزوجية دي ما شرطي أنه الناس تكون يعني زي ما بقوله علاقة بالكامل لا ممكن إذا أنت اتكلمت من وراء زوجك أو أنت اتكلمت من وراء زوجك مع واحد تاني أو نشأت بينكم علاقة أو لمست يد أو أي كان شكل التفاصيل العلاقة دي تبقى خيانة زوجية وكلكم عارفين حكم الدين فيها أنه للمحصنة أو المتزوجة أو المتزوج أيضاً المحصن أنه الرجب حتى الموت بالحجارة يعني وصراحة دي ما فيها أي مجاملة لكن بدت الآن الظاهرة دي مستشرية في المجتمع السوداني بقينا نشوفها بقينا نسمع بقينا للأسف يعني حتى كانت فيه إحصائية عند دار المايقومة طيب فعموماً يعني نحن حنتكلم في تراتيب حلقتنا اليوم حنشوف دار المايقومة قال وشنو تفاصيل الولادات المتكررة والأطفال مجهولية الأبوين وخلافهم من الخضايا دي كلها مندرقة تحت موضوعنا اليوم وأيضاً ظواهر سالبة تانية حنراح ببيسانية اللي أكيد منورانة عبر صباحات البلد وتعودنا دائماً عبر طلطة الجميلة إنها هي تكون حاضرة بقهوتها وبالمزايا السوداني العالي وبالبخورة همشي بيلي البخور يا سنية مرحب بيك يا سنسون وصباح الخير عليك نراح ببيك كده ورحب بالمشاهدين في البداية صباح النور كيف عاملة؟ كويسة والله الحمد لله صباح اليوم عندي كيف مختلف والله؟ والله بالموضوع الفتحتي وحسي ذاكيد هيكون حلو الضريف نحن هنشوف الموضوع معاك بعد ما نرحب بالمشاهدين نهديهم لحن صباحي يستفتح بيه وحلقتنا نسمع ونرقي أكيد نتواصل معاك مرحب بيكم من جديد مشاهدين ومتابعي صباح البلد صباح يوم الأتنين وموضوعنا لليوم هو اجتماعي بحث في ظاهرة أصبحت منتشرة في المجتمع السوداني بيقينا نشوفها على مرأة وعلى مسمع وحتى يعني الناس بيقدر تداولها فيما بعض يعني إذا انت شفت حالات بشكل ده في مجتمعك أو في محيطك فالناس بيتتكلم الناس سيرة الناس أو بيتتكلم بالحاجة الشافتة وعلى قول حبوباتنا الزمان بيقولوا العود لو ما فيه بشك ما بقول طق وفعلا يعني الحاجة دي إذا هي ما كانت فيك أو الناس ما بتداولها وما بتتكلم عنك أبدا لكن إنت لي تضع نفسك موضع شبهات إن الناس هي تتكلم عنك وعن سمعتك وعن سيرتك فبعتقد إنه ما فيه يعني شبهين المرأة قدر ما إنه سمعتها تكون سيئة أو هي صاحبة سمعة سيئة بين الناس أو الناس تعرف بإنها في علاقات مشبوهة وإنها عندها زوجها عندها يعني اللي بعولة وأحيانا فيه متزوجات للأصف الشديد عندهم أبناء بخون وأزواجهم وبترتكب كتير جدا من الجرائم عموما في المجتمع يعني السوداني سواء كان بالقتل أو بالطلاق أو بإنه هو أخذ الأبناء منها أو كتير جدا من الحالات المشابهة مجتمعنا السوداني بالبساطة كده مجتمع ذكوري بحت يعني المجتمع السوداني هو مجتمع ذكوري عنده كاملة الحرية المطلقة إنه الرجل يغلط يعمل السبع وزمتها ما بيسألوه لكن المرأة هي محسوبة على وفعلا يعني هي الحاجة دي هي جريمة نحن نقول ما فقط خيانة زوجية فقط هي جريمة الطرفين عندهم نفس العقاب عن ربنا وفي الدنيا حتى